السلام عليكم ورحمة الله أحبابي أبطال سنة أولى معكم السيد سعيد بدوي معنا الدرس الثالث حرف الغين حرف الغين من الوحدة الخامسة ألعابي وهواياتي حرف الغين ألاحظ وأقرأ الكلمات ألاحظ وأقرأ الكلمات غزال غزال غراء غراء غزال غزال حرف الغين جاء في أول الكلمة وعليه فتحة غراء يعني غرة حرف الغين جاء في أول الكلمة وتحته كسرة غراء غروب منظر غروب الشمس غروب حرف الغين جاء في أول الكلمة وعليه ضم غروب ألاحظ وأقرأ الجمل ألاحظ وأقرأ الجمل في وقت الفراغ في وقت الفراغ الفراغ حرف الغين جاء في آخر الكلمة وتحته كسرة وجاء منفردا لماذا؟ لأن حرف الألف الذي جاء قبله لا يشبك من بعده في وقت الفراغ أجمع أجمل الصور في وقت الفراغ أجمع أجمل الصور أقصها بحذر يعني أقصها بشويش بالراحة أخذ بالي أقصها بحذر وألصقها بالغراء أقصها بحذر وألصقها يعني ألصقها ألزأها بالغراء بالغراء أقصها بحذر وألصقها بالغراء في كراستي صورة غزال في كراستي صورة غزال هذه صورة الغزال في كراستها في كراستي صورة غزال في كراستي صورة غزال صغير ومنظر لغروب الشمس ومنظر لغروب الشمس أهو منظر لغروب الشمس يبقى كلمة غزال جاء حرف الغين في أول الكلمة وعليه فتحة كلمة صغير جاء حرف الغين في وسط الكلمة وتحته كسرة مشبوك من أوله من قبله ومن بعده ومنظر لغروب الشمس غروب أيضا جاء حرف الغين في وسط الكلمة وعليه ضم أقرأ فراغ حرف الغين جاء في آخر الكلمة وجاء منفردا لماذا؟ لأن حرف الألف الذي جاء قبله الذي سبقه لا يشبك من بعده كلمة غراء غراء حرف الغين جاء في أول الكلمة وتحته كسرة غراء غزال حرف الغين جاء في أول الكلمة وفوقه فتحة غزال غروب حرف الغين جاء في أول الكلمة وفوقه ضمة غروب صغير صغير حرف الغين جاء في وسط الكلمة وتحته كسرة صغير صغير أقرأ وأجرد أقرأ وأجرد أقرأ الكلمة وأستخرج حرفا حرف الغين أقرأ الكلمة وأستخرج منها حرف الغين غزال غزال حرف الغين جاء في أول الكلمة وفوقه فتحة صغير حرف الغين جاء في وسط الكلمة وتحته كسرة غروب غروب حرف الغين جاء في أول الكلمة وفوقه ضمة أميز بين الصوت القصير والصوت الطويل المد الصوت القصير كما قلنا ونقول دائما وكما تدربنا وفهمنا وتعلمنا الصوت القصير هو صوت الحرف مع الحركات الثلاث الفتح الضم الكسر أما الصوت الطويل وهو صوت الحرف مع حروف المد حرف الألف حرف الواو حرف الياء غين فتحة غين ضمة غو غير قسرة غ View هذا هو الصوت القصير أما الصوت الطويل غين فتحة ألف مد غه غا غا أرسم دائرة حول الحرف غين ثم أكتبه أرسم دائرة حول الحرف غين ثم أكتبه غيوم غيوم هذا الحرف غين جاء في أول الكلمة غيوم فراغ الحرف غين جاء في آخر الكلمة وجاء منفردا لماذا؟ لأن حرف الألف الذي سبقه لا يشبك في أي حرف بعده فراغ يغوص يغوص حرف الغين جاء في وسط الكلمة وفوقه ضم غزال غزال حرف الغين جاء في أول الكلمة وفوقه فتحة